مَعَاللَّهِ مَعَاللَّهِ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة ثم أما بعد أحبابي في الله حينما تحتقن الأجواء وحينما يجهل الناس بعضهم على بعض وحينما يتجرأ الناس على أعراض بعضهم البعض وحينما يسود الغضب والاحتقان بين الناس وبعضهم البعض يكون لا بد إذن من وقفه لأننا نصل في هذه الحالة حقيقة إلى أزمة والأزمة لا بد أن تحل إذ أن الناس لا يطيقون أن يعيشوا حياتهم متأزمين لا بد من حل حبيب في الله هناك حقيقة ينبغي أن نعود إليها وأن نرجع إليها يقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يودع أمته ليؤكد عليها يؤكد على جميع المسلمين والمسلمات أنكم جميعا كيان واحد نبض واحد قلب واحد حينما ترى أبن يرى أمام عينيه أبناءه يتشاجرون ويختلفون انظر على صفحة وجهه تجد الألم وتجد الحزن والأسى ولا يسره أبدا هذا المنظر يحب أن يكون أبناؤه متآلثين متحدين ومع واضح الفارق قالنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمثابة الوالد والنبي يقف في حجة الوداع ويقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا لا تجرأن إنسان على عرض أخيه ينال منه والعرض وكل ما يقبل المدح والذن منك يكون عرضك ولا تجرأ إنسان على مال أخيه ولا تجرأ إنسان على دم أخيه النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول لنا أشياء كثيرة من وراء هذه الكلمة على رأسها وصل بالمعاني التي تتضمنها أن كونوا على قلب رجل واحد والعجب في الأمر إن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي في اليوم التالي في يوم النحر في الحجة الوحيدة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤكد على هذا المعنى وفقط مع إنه يوم تسعة تكلم في موضوع كبير جدا وطول في الخطبة واتكلم في محور كثيرة كان دا أولا ويجي تاني يوم يأكد عليه إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إذن دا شيء مهم جدا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع إلينا مثل افتراضي لما سره حالنا ولغضب النبي عليه الصلاة والسلام من كثير مننا ولقال لماذا تشتد على أخيك في بعض الناس ممكن يقول مش أخوي ولا عرفه لا يا حبيبي دا أخوك المسلم أخو المسلم دا مين اللي قالي الكلام دا النبي عليه الصلاة والسلام لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله يعني إيه معنى لا هنا أشد من كلمة لا يجوز له أن يظلمه ليه لأن دي حقيقة والحقيقة أشد من النهي إن ما ينفعش مسلم لكونك مسلم ما ينفعش تظلم أخوك ولا يخذله ما ينفعش تخذله إن يتحطف موطن مفروض ينصر فيه يجب عليك أن تنصره بل أشد من كلمة يجب ولا يحقره ما تحتقرش حد حينما أرى احتدام نقاش بين اتنين والاتنين كويسين وأنا أعرفهم جيدا والاتنين طيبين طيبين القلب ولا تحلل خالص فده يقول له اليهود أفضل منك لا يا حبيبي في الله اليهود عمره ما يبقى أفضل من مسلم أبدا عمرها ما تحصل فإلى هذا الحد الخلاف وصل والاحتقان وصل إن الناس تجرأ على بعضها بالشكل ده إن الناس تكلم بعضها بالشكل ده لا ده الموضوع وصل لأسوأ من كده إن الناس بتقذف بعضها بالحجارة إن الناس بتقذف بعضها بالرصاص والخرطوش الناس تجرأت على دم بعضها الناس بتقتل بعضها وكلهم مسلمون أخلاق الإسلام مش كده وأنا عايز أقول حاجة مهمة جدا حبيبي في الله أنت لكونك مسلم أنت أخي وحبيبي لكونك مسلم بغض النظر عن أي حاجة تانية دي أخوة الإسلام مجرد ما تكون مسلم وواحد تاني مسلم بإيه تخوات المسألة خلصت بإيه تخوات ما فيش حد بقى يقدر والأخوة دي لها حقوق ولها مستلزمات ما ينفعش حد يهضم حق أخيه أبدا المسلم وأخو المسلم ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام ودي حقيقة وما فيش حد يقدر يمحي الأخوة دي أسألك سؤال لو جيت تقول لا مش أخوية فلان مثلا من طيار مغاير ده مش أخوية يا أخي طيارات إيه وبتاع إيه أنت مسلم أنت مسلم أسألك سؤال تقدر تمحي أخوة أخيك ابن أمك وأبيك لا هتشيلها إزاي دي تمحيها إزاي تحوشها إزاي ما تقدرش طيب إيه رأي حضرتك أخوة الدين أقوى أخوة الدين أعلى تخيلوا أخوة الدين أعلى أعلى بكتير والدليل على ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نهاية حياته وهو في الأيام الأخيرة من حياته حينما نزلت به الحمى فلما برئ من الحمى لبعض الوقت طلع على المنبر وجعل يغطب في الناس وقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا أن يؤتيه منها ما شاء وبين ما عنده فاختار العبد ما عند الله فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله شيء في اللفظة فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله ودايما كان يقول وكتير من الصحابة بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما فيش أغلى من كده ولا أعظم من كده يعني النبي لما يكون فيه حب في الله بيسمو فوق أي حاجة حب في الله أقوى من أي حاجة أخوة الدين أقوى من أي حاجة ولما كان عبد الله بن أبي بن سلول حصل بينه وبين النبي خلاف وتجرأ على النبي عليه الصلاة والسلام يمسك سيفو عبد الله ابنه لما كان النبي يمضي من طريق وأنه عند موقف يعني ضد بعضه يمضي من طريق وأتى هذا الرجل وسب سب النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد أمرا يعني على أمر ابن أبي كبشة فأم ماسك سيفو قال دعني أضرب عنقه يا رسول الله وهو مين أبوه لأنه سب النبي وآذى النبي عليه الصلاة والسلام فأخوة الإيمان وأخوة الدين أعلى من أي حاجة أعلى من النسب كله ولو كان الانتماء للأب والأم أو نسب الأخ أو كده فأنت تقدر تمحي الأخوة ده أخوة نسب أخوة الدين أقوى أخوة الإسلام أعلى أعلى بكثير فأنت أخوي وأنا أخوك ده شيء ما لنش إرادة فيه ربنا خلقت مسلم وخلقني مسلم إذن إحنا إخوة وأنا عايز أقول لكم يا أحبابي جميعا الأخوة دي موجودة جواك صدقني موجودة جواك بس الشيطان من السيك الشيطان من السيك إحنا إخوة وهناك هامش محبة كبير موجود أكبر دليل على كده لما حصلت مجزرة الصهينة لإخواننا في غزة شوف كان حصل لك إيه لما حصل مذبحة في ميانمار شوف حصل لك إيه وزعلت عليهم قد إيه زعلت عليهم جدا جدا لأنهم إخوانك أخوة الدين لما مسلمة بيتجرأ عليها إنسان ويؤذيها بالتغار لما الناس بتدبح في فلسطين بتغار هي دي أخوة الدين هي دي أخوة الإسلام حبيب في الله إحنا كلنا مع اختلاف رؤانا كلنا إخوة وكلنا أحبة نحن متفقون نعبد ربا واحدا نتبع نبيا واحدا نصلي إلى كعبة واحدة عقدتنا وحدة كل حاجة وحدة لأنك مسلم أنت أخي وحبيبي فلماذا الجفوة ولماذا الاحتقان إيه يعني اللي حصل في الدنيا يا أحبابي خلافات في أشياء ليست محكمة تخلينا نعادي بعض بالشكل ده والناس تقف لبعضها وترمي بعضها بالحجارة وتقتل بعضها إيه فيه إيه إيه اللي حصل إيه اللي حصل عشان إيه الدنيا ظل زائل ومتاع متحول حبيبي في الله قلت مرارا وأكرر الفرقة اللي بنا والتقطيع اللي بنا ده أكبر مستفيد منه عدونا ما فيش حد فينا مستفيد الفرقة أبدا ما فيش فيها فايدة كلها وذال عندنا عدو الفرقة دي بتجعل قلبه يرقص فرحا بل على استعداد إن ينفق الكثير عشان تستمر يعمل إيه عشان تستمر فإحنا عايزين نفوت على العدو الفرصة لأن الاختلاف ضعف والضعف ده يخلي الناس تركبنا أكتر أسألكم سؤال وسؤال مهم هو لما بتحصل حرب بين مسلمين وغير مسلمين ويجي العدو بيقتل في المسلمين بيفرق بيفرق على أساس جماعة أو على أساس أنت جماعة ولا طيار مش يعني إسلامي أو مش إسلامي والمصطلح ده طبعا أنا معترض عليه بيفرق لا أنت كل ناس كل الناس المسلمين زي بعضهم بيعاد الكل عدونا بيعاد الكل طب ليه إحنا بقى بنعمل ونرتكب أشياء تصب في مصلحة عدونا ولا تصب في مصلحة بلدنا ولا أهلنا نحتاجين نرجع شوية الأخلاق الإسلام أنا اللي بيني وبينك خلق الدين وخلق الإسلام ينبغي أن أعاملك به يا إخواني ده الاحتقان وصل لمستوى مزر جدا لمستوى مؤلم جدا جدا الناس عادت في الشارع بتعلق على بعضها وبتشتم بعضها وتسب بعضها يعني وأقل سبب على أدفه سبب تقوم معركة على أدفه سبب الناس تضرب بعضها وتشتم بعضها وتأذي بعضها يعني من الأحداث اتنين اتشكلوا في في رمضان قرب الفطار أم واحد ما طلع خرطوش وقتل التاني إيه ده مش ممكن مش ممكن للدرجات يا إخواني نريد أن نعود إلى أخلاق الإسلام عايزين ننمي الأخوة الإيمانية الأخوة الإسلامية أخوة الدين نستشعر ده دائما إننا كلنا إخوة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدابروا ما تفترقوش ما تفترقوش ما توصلوش لمستوى إنكم تكونوا أحزاب ضد بعض ما توصلوش لمستوى إن أنتم أنا أنا ممكن أنتقدك وإنت تنتقدني بس نقضي بناء نقضي أحس فيه إن أنت فعلا حريص إن أنا أكون صح مش نقضي تكسير مش نقض وأنت تريد إنك تمحين من الدنيا وأنت تريد إن أنا ما يكونش ليه أي تواجد ولا أي صفة لا دا كلام دا مش عدل إنما يا أحبة في الله ينبغي علينا أن نكون جميعا على قلب رجل واحد النبي بيقول الكلام دا لا تدابروا ما تختلفوش ولا تباغضوا تكرهوش بعض ولا تقاطعوا لا يقطع بعضكم بعضا لأن تدابر على وزن تفاعلة تباغض على وزن تفاعلة تقاطع على وزن تفاعلة تقاتل على وزن تفاعلة طب إيه وزن تفاعلة دا وزن تفاعلة يقتضي الاشتراك الاشتراك يعني يعني الأطراف كلها واخد نفس الصفة لا تدابروا يعني لا تختلفوا كل واحد مختلف مع الثاني من نفسه كده لا تباغضوا يعني كل واحد بيكره التاني ما ينفعش لا تقاطعوا كل واحد مقاطع التاني إيه دا دا مجتمع دا إزاي هنعيش مع بعض ما ينفعش إزاي الأمة هتعيش إزاي هتمشي ما ينفعش نريد لعجلة الحياة أن تستمر نريد أن نمضي في طريق الحق نريد أن نتفرغ لقضايا أعلى من اللي احنا عيشين ها دلوقتي قضية الآخرة قضية المصير قضية مصير أمة في الدنيا والآخرة قضية إن إحنا عايزين نحمي أمتنا من عدو يتربص بينا في شرق وغرب وعلى الحدود قضية مجتمع دولي ظالم يريد أن يلحق بنا الضر والآذى إحنا أمة وجيل صدقت فينا نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال يوشك أن تداع عليكم الأمم كما تداع الأكلة إلى قصعتها متخيلين قصع الطعام وفي ناس جوعة أطلقوا تسيبوا عليها هيعملوا إيه هي هيتقاتلوا عشان اللي يلحق حاجة من القصعة دي وده الواقع إحنا أمة غنية جدا السروات كثيرة أعداء متربصين مين اللي يلحق مين اللي يلحق تشايفين حتى انقسام العدو في الشأن السوري منقسمين في ناس تدين وفي ناس يقلق مع النظام اللي بيدبح شعبه مع إن ما فيش الواقع كحقيقة تزبيح الشعب ما فيش بني أدم في الدنيا يقبله تزبيح نظام لشعبه فيش حد في الدنيا يقبله طب ليه ناس كانوا بيسندوا النظام السوري وبدأوا دلوقتي يتقلبوا يعني اختلف موقفهم لمصالح بس ليس لها أي تفسير إلا كده فإحنا إذا عدو مجتمع دولي ظالم نهيبة إحنا بالنسبة له نهيبة قصعة قصعة مستباح وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن تدع عليكم الأمم كما تدع الأكلة إلى قصعتها أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله فقال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل غثاء هو الاختلاف والفرقة وإن إحنا نكون فضين لمعض بالشكل ده ده ما يقدش إن إحنا نبقى غثاء لما طاقتنا كلها تتفرغ في بعضنا ده ما يقدش إن إحنا نبقى غثاء يبقى الاختلاف اللي بيننا ده إخواني بيصب في مصلحة مين مين المستفيد الأكبر من اختلاف نا مع بعضنا مين المستفيد الأكبر من إن إحنا نحد في بعضنا بالحجارة من المستفيد الأكبر من إننا نقتل بعضنا من المستفيد الأكبر إننا نبقى أحزاب متقاتلة متحاربة كل حزب يريد أن يهدم الآخر ما عندوش هدف إلا كده والكل خسرة صدقوني والله الكل خسرة وما فيش حد كسبان إلا العدو دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تبقى كسبان في منظورها طبعا فده كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولكنكم غثاء كغثاء السيل الغثاء الزبد ده لقوع هل الزبد وإن اجتمع يقدر يوقف موجة من الموجات العاتية ما يقدرش طيب المسلمون لما يبقوا غثاء أضعف موجة تيجي عليهم ما يقدرش يوقفوه أضعف موجة ما يقدرش يوقفوه طب إيه سبب الغثائية سببها إيه ولا يقذفن في قلوبكم الوهن ضعف القلب الله طب ضعف القلب ده جاي منين ضعف القلب القلوب لما تبقى ضعيفة تبقى حاجة إيه سببها بقى عشان نعرف السبب الأساسي للغثائية إيه سببها قيل قيل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت ده بيت القصيد حب الدنيا الناس بتتقاتل ليه دنيا متخيلين دي ترطة واللي ينهب منها على قد ما يقدر لا حول ولا قوة إلا بالله متخيلين إن دي كله إلا من رحم ربك يبحث عن منصب عن كرسي يلحق حاجة يلحق يبقى له مكان يلحق بينسى طبعا حاجات كتير بينسى إنصاف بينسى احنا مش عايزين الواقع ده احنا رفضينه لفضينه تعالوا بينا نرجع لأخلاق الإسلام تعالوا بينا نستحضر المعاني اللي النبي عليه الصلاة والسلام سبنا عليها سب الأم عليها تعالوا بينا نقف مع المعاني الإيمانية الأخوة الإيمانية من أهم مقومتها عشان نرجع تاني أقوياء عشان نرجع تاني أسوياء أسوياء نرجع تاني في حالة ترضو ربنا عز وجل عننا النبي يقول لا تدبروا لا تبغضوا لا تقاتلوا لا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا من أهم مقومات الأخوة التسامح 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 فين الكلمة دي من زمان التسامح فين المعنى الجميل ده حاسس إنه غايب من طرحنا حاسس إنه غايب في لغتنا في لسننا في كلامنا حتى على ألسنة الدعاء كلمة من زمان ما سمعنهاش التسامح معنى غايب من الشارع معنى بلاش غايب معنى ضعيف في معاملات الناس بعضهم البعض مع إنه شيء مهم جدا جدا التسامح لو الناس بينها خلق التسامح والله ما تلاقي حد يأتي الحد لو الناس موجود بينها معنى التسامح والله ما تلاقي حد يرفع سلاح في وش حد لو بنا روح التسامح والله ما تلاقي حد يكشر في وش حد لأن التسامح يملأ الدنيا سلاما وهدوءا وطمأنينة يملأ الأجواء بالمحبة يملأ الأجواء بالرحمة ويظلل الدنيا كلها بمظلة الشفقة والرحمة التسامح أنا عايز تعالوا بينا أول حاجة عايز أعرف شكل المتسامح منظر الشخص المتسامح طب ده لما أقوله دلوقتي إيه فايدته من أهم فوائده رقم واحد إن حضرتك تفتكر نفسك زمان وحضرتك تفتكر نفسك زمان أيام الزمن الجميل أيام التسامح أنت أنت وأنت أنت كنتم زمان متسامحين أكتر من كده وأيام كان فيه سعادة طب ليه ما نتسامحش ليه ما نرجعش الأخلاق الإسلام العالية دي التسامح لما نعرف معنى التسامح اللي عنده ضعف في التسامح أو اللي مش بيتسامح يعرف إن التسامح ده جميل جنة جنة الدنيا التسامح إزاي نشخص حال التسامح إزاي نشوف المتسامح نعرفه نلقطه من منظره من تصرفاته إيه مواصفات المتسامح شكله المتسامح عنده حاجات رقم واحد طلاقة الوجه واستقبال الناس بالبشر طلاقة الوجه إنه دايما مقابل الناس متهلل الوجه مقابل الناس فرحان سعيد سعيد بالناس ويقابل الناس مستبشر فرحان بلقاءه للناس ده المتسامح طب ليه دي دي صفة من صفات المتسامح ده لأن دي انعكاس القلب وزي ما ينشوف دلوقتي في انصوص جايا إن شاء الله إن أصل التسامح عمل قلبي التسامح أصلا إيه عمل قلبي بيجري في قلبك أولا لما قلبك بقى متسامح على طول بسهولة هيظهر على وشك في قسمات وجهك في ابتسامتك في لقائك لإخوانك وفي لقائك أختي في الله لأخواتك التسامح ما فيش حد يقدر يتبسم في وجه أخيه ابتسامة صفية إلا إذا كان قلبه متسامح ما فيش حد بيقدر يتكلف التسامح التكلف عمره أصير ده انقدر يحبكه التكلف عمره أصير ده انقدر يحبكه فالتسامح عمل قلبي يظهر على الوجه في طلاقة الوجه والاستبشار انت عارف ليه لأن مستحيل واحد بيزعل من الناس يقدر يتبسم في وشه عشان كده المتسامح ما يبقاش أصلا زعلان من الناس المتسامح مسامح الناس المتسامح لا يحمل في صدره للناس إنما الشخص العابس ده قلبه مليان قتامة وسواد للناس الشخص اللي ما يبقلش الناس بالاستبشار ده مش متسامح طيب انت لما تقابل أخوك بصورة التسامح دي لطلاقة الوجه والاستبشار دي هتعمل إيه يا الله هتفجر أسمى وأعلى بلاش هتفجر دي عايزين كلمة أحن هتلهب بلاش برضو هتلهب مشاعر هتظهر تظهر الحب تظهر الحب الكامن وده لنا عايز أعمل عليه كثيرا من الزكاء بصراحة بالنسبة لكل الدعاء ولكل من يتصدر من الزكاء والعبقرية ومن التوفيق الرباني ان احنا نشتغل الأيام دي على المساحة المشتركة بيننا كلنا حب ربنا حب النبي ما يجمع نعمل على ما يجمع خلق التسامح عايزين نوقزه نوقزه مش بقول ان يحييه لا لأنه ما ماتش ما ماتش ده موجود عايزين نصحيه عايزين نسامح بعضنا يبقى خلونا في التشخيص أول حاجة طلاقة الوجه والاستبشر باللقاء اتنين مبادرة الناس بالتحية والسلام وحسن الحديث ابدأ انت بالكلمة الحلوة المتسامح لما يشوفك يحييك على طول انت لما تكون متسامح مش هتطنش حد أبدا ولا هتهم الأحد هتسلم عن ناس كلها هتحترم الناس كلها تلاتة من علامات التسامح بكل بساطة وبإجاز واختصار حسن الصحبة والعشرة مع التغاضي عن الهفوات كثيرا ما أقول لكم أحبابي في الله إن مفيش حد بلا زلة ومفيش حد متطابق مع آخر في وجهات النظر كلها ده ده دي حقيقة مستقرة مفيش اتنين متفقين في كلها مفيش اتنين متطابقين في وجهات النظر مفيش اتنين متفقين في وجهات النظر لازم في خلاف احنا ينبغي أن نقبل المساحة دي من الخلاف طالما هي مش في صلب قضايا الدين طالما هيش في في محكات خطيرة يبقى نقبل الخلاف ده في خلاف مقبول في خلاف سائغ وخلاف غير سائغ لما يبقى الخلاف سائغ نهضم اللي بعضين نتغافل احد الناس قال كلمة حكيمة جدا قال التقاطع والقطيعة تحصل اولا بالآراء يعني مجرد ان رأيك مختلف عن رأيي ده نوع قطيعة وإن لم تعبر بدأت توجد حاجز بيننا ثم بالاقوال اول ما تبدأ تتكلم الحاجز بدأ يقوى ثم بالافعال يبقى كده خلاص حصلت القطيعة ناس اول ما خلاص الناس تشهر السلاح على بعضها قطيعة اول ما الناس تبدأ تضرب بعضها وتأذي بعضها قطيعة الناس تتعامل مع بعضها بالأسلوب قطيعة وده كل مخالف لكونك مسلم انك تعمله مع اخوك احنا بقى بنتكلم على مسألة السماحة عشان تقدر تكون انسان سمح نلاقيك بتتغافل يعني في حق نفسك يعني بتتغافل وبتهضم لإخوانك ويعني في حق نفسك مش مشكلة وده أنا عايز اقول حتة مهمة عشان الناس تفهم وتستوعب حاجة وعايزكوا حبيبي في لا ياريت لو نركز فيها كويس جدا الانسان اللي بيتسامح احيانا بيتخيل ان التسامح معناه ان مثلا واحد يتجرأ على الناس ويغتاب وينوم وما فيش داعي نزعله عشان التسامح واحد مثلا يعد يسب الدعاه العلماء وما فيش داعي نتكلم عشان التسامح واحد مثلا يعد يخوض في اعراض الناس وما فيش داعي نشكمه عشان التسامح وانا بقول دا خلط في المفاهيم خلط في المفاهيم هناك فارق بين التسامح وبين احقاق الحق التسامح دا يا اخواني يكون في شأن نفسك انت اما في شأن غيرك ما يبقاش اسمه تسامح انما يبقى اسمه خذلان لغيرك خذلان لأخيك يعني لو واحد شتمك نفطرق جدلا مع ان ما حبش ان حد يجتمك لو واحد لقدر الله شتمك او زعلك نقول انت ممكن تتسامح في ذلك واحد اساء ليك ممكن تتسامح في ذلك انما واحد اساء لدعية وتسكت لا دا ما اسموش تسامح دا اسمه خيانة دا اسمه حاجة وحشة جدا لأن انت يمبقى او اسمه بعبارة دا اسمه خذلان اسمه خذلان ليه لأن دا في شأن غيرك في شأن غيرك اسمه خذلان والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا عليه كده صلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام كده عشان نفهم الحتة دي النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من امرئ يخذل امرأا مسلما في موطن ينتهك فيه من عرضه وينال فيه من حرمته ها زي ما قلت من شوية بيتريق على الدعاء وبيتريق على المشايخ وبيحتقر يعني أنا بقول يا أيها أقول له يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم خد بالك أن اللي انت أنا مقتنع مقتنع أن الأخ اللي قالي بالدنيا سخرية من الدعاء ده أنا طبعا أرجو له الهداية أنا مقتنع قناعة كاملة أن اللي بيسخر منهم أفضل من ملء الأرض من مثله يقينا ده دول أئمة هدى وأسأل الله أن يحفظ علماء الأمة المسلمة جميعا فأنا بقول حبيبي في الله النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من امرئ يخذل امرأا مسلما في موطن ينتهك فيه من عرض وينال فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته يعني يعني حضرتك في موقف واحد مش موجود والناس تكلموا عليه فأنت تقوم تدافع عنه لو ما دفعتش بأسماك إنك خذلته طالما إنك خذلته هيجي موقف شبيه بس الغائب هيبقى أنت تحب إن حد يدافع عنك بكلمة مش هتلاقيه طب لو دفعت ونصرت أخوك بالغيب خذ بقى الشطر التاني والنص التاني من الحديث وما من امرئ ينصر امرأا مسلما في موطن ينتهك فيه من عرضه وينال فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته يبقى صار دلوقتي حد فاصل بين التسامح والخزلان التسامح ده في شأن نفسك والخزلان في شأن غيرك في شأن غيرك سواء غيرك ده إنسان عادي أو إنسان قدوة أو غيره المهم إنك تبقى فاهم إن التسامح ده يكون في شأن نفسك ما يجيش واحد يشتم عالم أو يسب عالم وتقول ما ربيتش عليه ليه يا ابني ما دفعتش ليه يقول بس اصل التسامح لا يا حبيبي ده اسمه خذلان ده اسمه خذلان وتسأل عنه أمام الله عز وجل وعيز رغبك في إنك تدافع عن إخوانك بحديث جميل جدا من حديث حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم النبي يقول إيه صلى عليه صلى الله عليه وسلم من نصر أخاه بالغيب أو بلفظ اللفظة بقى اللي هي الصحيحة هنا من ذب عن عرض أخيه ذب يعني دافع من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة تخيل حضرتك إلى أي مستوى إنك تدافع عن إخوانك ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة يدفع عن وجهك النار مين فينا ما يرجوش كده كلنا عايزين كده كلنا عايزين ربنا عز وجل يصرف النار عن وجهنا اللهم حرمنا تحريماً أبدياً على النار يا رب تحريماً كاملاً على النار يبقى دلوقتي ده معنى التسامح طب احنا بنقول حسن العشرة دي مسألة مهمة وحسن الصحبة احنا ما فيش حد يا حبيبي في الله مالوس زلات كلنا أصحاب زلات وكلنا لازم نغلط في علاقتنا وبعضنا فاحنا عايزين بقى التسامح عشان نبقى إخوة التسامح عشان نبقى صحبة التسامح عشان نعرف نعيش مع بعضنا التسامح عشان نقيم مجتمع متوازن مجتمع سوي لازم خلق التسامح التسامح ده بقوله لكل واحد ماشي في الشارع مع علاقته مع إخوانه اللي ماشيين في الشارع مع الناس ده لو واحد ماشي في الشارع زنق على أخوه يعني دخل دخل كده بتشكله مع بعضهم ممكن نضرعه بعضهم ممكن تقوم خناء على أدفه الأسباب لا احنا عايزين التسامح التسامح العفو عن الزلات وبعض الناس الصالحة بيقول حكمة حلوة قوي من طلب صاحبا بلا زلة عاش بلا صاحب انت عايز صاحب ما بغلطش أبدا لا يا حبيبي ده انت مش هتعيش لوحدك طول عمرك لأن ما فيش حد إلا وهيزل فما فيش قدامنا إلا التسامح وده خلق الإسلام طيب التسامح ده جميل جميل جدا ومعنى حلو بس هو على فكرة بيطلق على حاجتين الحاجة الأولى التسامح مع الغير في المعاملات وعلى فكرة مع الغير ده الغير ده هنا مسلم أو غير مسلم لأن التسامح مش قاصر بس على المسلم لا التسامح ده مع الكل التسامح ده خلق عام خلق شامل مظلته كل البشر تمام يبقى في المعاملات مع الغير الحاجة التانية في معنى التسامح كما قال الإمام الجرجاني قال التسامح هو بذل ما لا يجب تفضلا بذل ما لا يجب تفضلا ودي يعني الحقيقة يعني أنا فهم ليها إن هي تعريف الشيء بنتيجته لأن الإنسان لما يبقى متسامح هيؤدي التسامح وهينتج عن التسامح إن الإنسان يكون معطاء سواء معطاء مدي أو خلقي معنوي الإنسان هيبقى يعني مثلا زي النبي عليه الصلاة والسلام أضرب لكم مثل النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام البخاري جاء رجل وهو يعني كان قد اقترض منه النبي قرضا فقال يا بني عبد المطالب إنكم مطل مطل يعني بيتمطل في أداء الديون يعني فأمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض الرويات أن أم مسك السيف هيقتله فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر وددت أنك فعلت خيرا من ذلك أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الاقتضاء اللي بيقتضي حقه يقوله بطريقة حلوة وتقول لنا حسن الأداء يعني سدد في وقتك ما تأخرش عليه شايفين تواضع النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام شوفوا بقى الإحسان الإحسان بالمعنى لنا قيله ده اللي هو بذل ما لا يجب تفضلا قال لخذه يا عمر فأعطيه حقه وزده عشرين مثقالا جزاء ما روعته إحسان ولا مش إحسان إحسان يعني هو كان لو النبي عليه الصلاة والسلام وقف عمر رضي الله عنه ود للراجل ده حقه خلاص ما كانش يبقى له ما يقولش عايز حاجة زيادة إنما النبي عليه الصلاة والسلام زاده فضلا منه أيضا من مجالات ذلك من مجالات الإحسان اللي هو بذل ما لا يجب تفضلا لو واحد مثلا معليش هو مثل يعني ممكن يعني يدايق شوية اللي هو لو واحد مثلا طلق وحده ربنا يا رب الله محفظ بيوت المسلمين أجمعين يا رب فجاء الدانها مثلا نفقة المتعة مثلا فنفقة المتعة بتاعتها وليكن عشرين ألف فهو ادها خمسين ألف ده اسمه إيه؟ اسمه إحساب اسمه اسمه تسامح اللي هو بذل ما لا يجب إيه؟ تفضلا من باب تعريف الشيء بأثره أو بنتيجته يبقى الإحسان عرفنا إنه هو التسامح مع الناس في المعاملات أو والمعنى الآخر بذل ما لا يجب تفضلا يا سلام ده التسامح ده جميل ده التسامح ده حاجة عظيمة جدا جدا طب عايزين نتسامح اللي عايز يتسامح مين؟ اللي عايز يبقى بالصفات العظيمة دي مين؟ أنا عارف إن انت عايز وانت كمان عايزة عشان كده هنيجي بعد كده على كيف نتسامح نعمل إيه؟ عشان نتسامح عندنا حاجات كتير قوي رقم واحد من أسباب التسامح حتة في قلبك عايزها تتزبط اللي هي إيه؟ الرضا والتسليم لقضاء الله عز وجل ليه؟ لأن عندنا حضرتك فيه آذى بيقع عليك والناس بتسئ إليك فاحنا عايزينك تتلقى الإساءة دي بطريقة تخليك ما تردش عليها ما تردش على الإساءة طب ازاي؟ الرضا والاستسلام لقضاء الله عز وجل بأن تحاول فهم الحكمة من أقدار الله عز وجل دعني أعطيك مثلا لو أن رجلا أو لو أن شخصا قام ورفع صوته عليك زعاء لك يعني وكلمك بأسلوب شديد دي إساءة ولا مش إساءة؟ إساءة طيب نشوف إزاي رد الفعل هنا اللي بيبقى يعينك على التسامح بعد هذا الاتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم وجذاكم الله خيرا ربنا لا تآخذنا بما فعل السفهاء مننا واجعلنا من من لا يلتفت إلى سغائر الأمور حتى نلحق بركب المتقين واجعلنا من من يحب لقائك واجعل خوفنا خوف مقامك العظيم ولمن خوف مقام ربي جنتان ممكن أقول لحاجة في نفس الموضوع؟ تفضلي تفضلي عايزة أقول بفضل الله الإحسان على المستوى الشخصي مطلوب أما على المستوى الشخصي نحن نحن فيه كلام يقول جل فعلا كنتم خير أمات أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فنأمل بالمعروف بإيجابية وننهى عن المنكر بلا سلبية وإن كان هناك ادفع بالتي هي أحسن فهناك أيضا العين بعين بأدف وإيجابية كما علم الحبيب صلى الله عليه وسلم فلا تكن لين في أعثر ولا تكن صلبا في أكثر من نكن وصفا كما يحب الله ورسوله يقول جل فعلا وكذلك جعلناكم أمة وصفا لتكونوا شهداء على الناس ويكون رسول عليكم شهيدة وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لكل دائم دواء علمه من علم وجاهنه من جاهل فأيضا لكل مشكلة حل في الإسلام مهما عظبت فهذا الدين مكين ولن يشاده أحد إلا غالبة والناس جميعا شركاء في حل ما نحن فيه من أزمة وللأسف أرى أصواب ترتفع يملة ويسرة ولسان حالهم يقول هو فيه هو فيه والحل كما يقول جل فعلا إن الله لا يغير ماذي قوم حتى يغير ماذي أنفسهم وأيضا إن تنصروا الله ينصركم ويسبق أقلانكم وأيضا كان حقا علينا نصر المؤمنين وأيضا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ربنا يكريمك يا رب الله يحفظك أخي طارق من القاهرة السلام عليكم السلام عليكم كيف حالك أستاذنا الحمد لله أنا بس عايز يعني جزاك الله خير طبعا عن الحلقة الجميلة دي يعني هي نقطة مهمة جدا تصليف الدوق على حتة يعني خلل خطير جدا بالوقت يبينعاني منه اللي إحنا لو تخيلنا إن كل إساءة ستقابل ستقابل يعني بمثلها بالإساءة هتخلى الناس عن خصال كتير من الخير وغدوا بلا دوابط ولا دوابط للأسف الشديد عندما يتحول بعض الدعاة من رد الإساءة بالإساءة بتبقى صورة منفرة وبتأدي إلى يعني خطعات كتير من المسلمين بتنفر من هذا الخلق هو رد الإساءة بالإساءة يعني كثير من الخلافات للأسف مع جداشي إحنا ثقافة الاختلاف وبتتحول الاختلاف إلى خلاف وفيه آية جميلة جدا ربنا سبحانه وتعالى لما وضع ضوابط وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا فأطلحوا بينهما فبدأ بالصلح فأطلحوا بينهما فإن بغت إحدهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي يعني القتال جه بعد الصلح الأول يعني نبدأ الأول الفئة اللي هي بتكون بغية وبتكون بغية على الحق والخير وتكتزئ الكلام وكده فمن أعظم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بتتكلم فيها مسألة التسامح هي الحديث اللي هو بيتكون فيه من قزم غيظا وهو قابل على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلاق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء والآلة الجميلة ادفع باللاته أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم يعني النقطة دي أو الخلق ده احنا محتاجين دلوقتي فعلا كدعاء وكمسلمين ان احنا نبين كيف يتحول العدو إلى ولي حميم يعني كثير من الناس دلوقتي لما نيجي نعرف في أي خصومة سياسية أو أي خصومة حتى دينية لابد ان احنا نتحلى بالخلق ده في الفترة دي ونحتاج فعلا ان احنا نحول الأعداء إلى أولياء يعني نيجي من نقص لأي ناس فرحانة اللي ناس قالت نعم وبالعكس المفروض داعي الحكيم العاقل ان هو يفكر في ان يحول العدو إلى ولي حميم بالخلق الإسلامي وبخلق النبي صلى الله عليه وسلم وبخلق السحابة رضي الله عنه يا أخ طار أخ طار عايز اقول لك حاجة ان احنا يعني ينبغي ان لا ننظر انت مثلا لو قلت نعم ما تنظرش لللي قال لا انه عدوه هو أخوك برضو ما هي دين الأسف ده مهم جدا يعني احنا كلنا إخوة كلنا إخوة اختلاف وجهات النظر لا يمحو الأصل نعم ان احنا إخوة احنا ده أصل فدي مسألة غاية في الخطورة أنا شايف ان هي عاملة فتنة ينجرب فيها بعض الناس من اهتفزازات المحرشين اللي هم بيلعبوا على ان يحولوا الاختلاف إلى خلاف ويبقى في الآخر صحيح يعني احنا محتاجين ان احنا فعلا نتعلم قزم الغيز وازاي ان احنا نشوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما القزم غيظا ما هو قادر على انفذه يعني قادر على انفذة الغزبة دعاو الله على رؤوس الخلاق في يوم القيامة حتى يخذبه من الحب العين ربنا يكرمك يا طارق جزاك الله خيرا الله يكرمك طيب ايو ام خالد السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي لو سمحت يا شيخ يجوز ان حد يتسامح في احد ان يسب له الدين في حد يعني يسب الدين ونحنا نسامحه لا طبعا ما هو ده اللي انا قلته من شوية ان التسامح ده في حق النفس حق انا عادي ممكن اسامح فيه انما حاجة متعلقة بدين متعلقة بدعوة متعلقة بشخص اخر ما فيش حاجة اسمها تسامح ده ما اسموش تسامح ده اسمو خزلان خزلان بقى سواء الحاجة دي مثلا ديني بقى خزلان للدين شخص اخر خزلان لهذا الشخص داعية خزلان للدين لكونيه داعية رمز ديني ولشخصه ايضا فدي مسألة يعني ركزت عليها من بداية الحديث ربنا يكرمك يا رب طيب اعود حبيبي في الله ويعني انا عايز اركز على مسألة اسباب الاكتساب السماحة وقلت الرضا والتسليم لقضاء الله تبارك وتعالى هقول لحضرتك مثلا لو ان واحد وقف رفع صوته عليك وهيمسك فيك مثلا بترد عليه ازاي واحد رفع صوته عليك زعقلك مثلا ايه الرد ايه ال انا عايزك تفكر فكر كده كويس جدا هتلاقي ان دي حاجة من اتنين يعني انه زعقلك كده دي حاجة من اتنين عشان تعان على انك تبقى سامح اما انك بالفعل اسأت اليه او اما انه سلط عليك بمعصية بمعصية اقترفتها فسلطه الله عليك يبقى دول حاجتين دول مبرنين اسأت اليه حلها ايه الاسف تتأسف وتشوف هو عايز ايه اللي يرضيه الحاجة التانية انه بذنب انك تستغفر من هذا الذنب بعض الناس بيضيف لها مشكلة تالتة انه يرد لو رديت عليه ورفعت صوتك عليه او اسأت اليه كما اسأ اليك يبقى انت كده اضفت الى المصيبتين مصيبة ثالثة اللي هي ان انت غلطت زي ما هو غلط وجهلت كما جهل وده تصرف ما ينفعش يصدر منك يبقى احنا عندنا هي حاجة من اتنين يبذل انت عملتها معاه في حق الله عز وجل فسلط عليك بها او بانك فعلا غلطان في حقه فبكل المقييس لما حد يعني يعني يرفع صوته عليك او يسيء اليك الاساءة دي يلزمك امامها امران انك تعتذر وتستغفر شفت حضرتك بقى انك تبص ان الاساءة دي مش جاية منه ده ربنا مصلطه عليك فشوف انت عملت ايه مع ربنا وارجع على ربنا عز وجل بهذا تعانى على ان تكون متسامحا انك تخلي نفسك دائما انت المتهم ان المسألة جاية من عندي نفسك مش من حد تاني طب انا تخيل مثلا ان انت استقبلتها بهذا الاستقبال وقمت اقول له والله انا اسف انا زعلتك في ايه انا مش واخد بالي طب اشوف ايه اللي يرضيك استغفر الله استغفر الله عملت الحاجتين لسه دلوقتي الاخ اللي كان بيتصل من شوية اللي هو طارق بيقول ادفع باللاته احسن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى ادفع باللاته احسن هو هيبصلها ان انت كده بتحسن اليه يعني هو اساء فانت احسنت يبقى انقلبت المسألة صدقني والله هيتحول تماما بعد ان كان غاضبا منك بعد ان كان ناقما عليك يتحول الى انسان نبيل معك مرة من المرات واحد كان معدي على مجموعة شباب بيلعبوا كورة في ادان اوزن واقيمة للصلاة فقال لهم تعالوا يا جماعة نصلي فقال له ان الحاك يا شيخ هو شاب زيهم يعني في اليوم التاني نفس الكلام قال لهم يا جماعة تعالوا صلوا فقام جال كابتن بتاعهم كابتن الكبير وقعد يعني يكلموا قال له طب ما يعني وقعد يكلموا يعني يذكروا تعالى معنا فقام الكابتن ده ام اعزكم الله بصق في وجهه عمل ايه انت لو ما كانوا تعمل ايه على طوله تضرب وتكلم وتقام ده مسح وشه كده بالبصاق ده وقال له تبسم كده وقال له جزاك الله خيرا وقام ماشي نحية المسجد فأول ما ده عمل التصرف ده ومشي نحية المسجد بيقول والله لم امشي خطوتين الا واذا به يجري خلفي باكيا متأسفا مش متأسف بس لا بيعاية وتأسف ودخل معه صلى المسجد ادفع بالله ايه احسن ده ادب عام احنا لو جينا نقول السيئة بالسيئة لو جينا نقول السيئة بالسيئة احبابي في الله دي معناها ايه ومؤدها ايه السيئة بالسيئة الجو مزيد من الاحتقان والشيطان بها يدخل انما عايزين احنا دلوقتي في هذه الازمة وفي هذا التوقيت ادفع بالله احسن في هذا الوقت وفي هذا الجو المحتقن احنا نقول علوا سأف التسامح جدا بس لما يبقى حاجة متعلقة بالدين ده مش تسامح احنا فصلنا في المسألة دي طيب ثانيا قف مع النصص الشرعية اللي اترغبك في التسامح حاجات كتيرة جدا جدا من اعلى قول النبي عليه الصلاة والسلام اسمح يسمح لك يعني حقيقة انا كان عندي حاجات كتيرة جدا في الباب ده لكن يبدو ان احنا مش هنقدر نخلص معرفش ازاي الوقت يجري اسمح يسمح لك عارف يعني اسمح يسمح لك يعني سامح الناس ربنا عز وجل يسمحك طب يا معقولة يعني انا لم عامل الناس بالسماحة ربنا يسمحني اه ده كلام النبي اقولك السر السر اني مش اي حد يقدر يسامح اصلا فاكر المسأل اللي ضربته لك وقلتلك تقف الوقفة دي تقف وتقول انا يا ام انا غلط في حقه او عملت زلة ربنا صلطوا علي بالزلة دي فانا ليس امامي الا ان اتأسف الي واستغفر اتأسف له واستغفر عارف مين اللي يقدر يعمل كده انسان ينكر نفسه وينكر ذاته وناس كلمة الانا اللي مضيعة الدنيا وناس الانا اللي مخليها الناس يقعوا في بعض وازاي انا تعمل معايا كده وازاي انا تكلمني بالطريقة دي مع ان احنا كلنا مسلمين وينبغي ان نتعامل بالتواضع ومن تواضع لله اخلاصا رفعه الله عز وجل عشان كده الانسان ينكر ذاته فيقف الموقف ده ويحط نفسه هو دائما المتهم وان ده بس سلط عليه بسبب زل زل لها او غلط في حقه فعلا عشان كده يتنتب على ده التسامح يبقى ثلاث محطات انكاره الذات يؤدي الى مسألة ان هو يظن النفس هو المتهم الحاجة التالتة ان هو هيتسامح تلقائيا مش اي حد يقدر يعمله يعني بصراح مش اي حد يقدر يعمله زي مثلا انتو عارفين كلمة النبع عليه الصلاة والسلام يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنة فطلع رجل تاني يوم طلع نفس الرجل تالت موقف طلع نفس الرجل كان السبب ايه السبب انه لا يبيت ليلة وفي قلبه غل لمسلم توصل للجنة مفيش في قلبه غل ولا حقد ولا زعلان من حد متسامح وصل للجنة عشان كده التسامح ده حاجة عالية جدا بقي في حاجات كتير الحقيقة ممكن باذن الله يعني ان ربنا يسر كده نكمل في الحلقة المقبلة لان المعاني دي مهمة وينبغي ان نضرب على هذا الوطر بشدة في هذا التوقيت لاحتدام الجو ولالتهاب الاجواء ادعو الله عز وجل ان يصلح احوالنا وان يؤلف بيننا وان يرزقنا جميعا ان نكون متحابين بجلاله واختم بهذا الدعاء القرآن ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اقول قولي هذا واستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم احبكم في الله جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الله مع الله